موبايل اقتصادي من شركة ريلمي في فئة السي اللي احنا كلنا بنحبها واللي بتقدم هواتف ممتازة ولكن الهاتف ده في شوية حاجات كده لازم تعرفها قبل ما تشتريه فاعمل لايك واشتراك عايزين نوصل 200 الف مشترك في نهاية السنة ويلا بينا نبتدي يا اهلا بيكم مشاهدين واما تابعين قناة موبسي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف الريلمي سي 65 هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو ولكن يعني ضروري تعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف اول حاجة تصميم الهاتف تصميم الهاتف هنا انا شايفه حلو جدا الصراح الظهر المطف بتاعه كده مع الهمعان بروز الكاميرات شكلهم رايق تصميم تحسه فخم كده الصراح طبعا ده وجهة نظرنا خامت الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك ونشوف الشاشة بتقدم ايه الشاشة هنا حجمها ستة وسبعة وستين من مية بوصة جودتها HD بلاس وبضكة الف ستمية وربعة في سبعمية وعشرين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات متين أربعة وستين بيكسل لكل إنش والشاشة نوعها IPS LCD ومعدل التحديث تسعين هرتز والسطوع بتاعها ستمية خمسة وعشرين شمعة الشاشة هنا للأسف مش أفضل حاجة يعني كنا نتمنى لو كانت بجودة أعلى من كده زي مثلا فول اتش دي بلاس بصي هي الشاشة هتماشي الدنيا مع التسعين هرتز ولكن بالنسبة للمنافسين فهي مش أفضل حاجة طيب بالنسبة للأداء بتاع الموبايل أو المعالج المعالج هنا هو ميداتيك هيلو جي خمسة وتمانين اللي بيجي بدكة تصنيع اتناشر نانو والمعالج ده معروف يعني بقله فترة يعني في السوق ومعروف بص المعالج هنا كويس آه مش أجمد حاجة وبتاعه ولكنه على فقط وفلوس الهاتف هو كويس هيقدم لك ده كويس سواء فيه استخدام يومي تصفح ألعاب هيمشي الدنيا يعني فزي ما قلت هو مش أجمد حاجة في السعر ده وفي هواتف تانية في النفس الفئة بتقدم معالجات أقوى ولكنه مش وحش الجهاز بقدم لك نسختين واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف هنا بدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 2 تيرة الهاتف جاي باتنين كاميرا خلفية الأولى 50 ميجا بيكسل ودي الأساسية والكاميرا التانية 2 ميجا بيكسل ودي العمل العزل وبتصار فيديوهات فول اتش دي 30 فرام في السنية كاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بيكسل وبرضو بتصار فيديوهات فول اتش دي 30 فرام في السنية بطريت الهاتف هنا جايب حجم 5000 ميلا أمبير بطريت كويسة وهتاخد منها أداء كويس بالإضافة لدعمها الشحن السريع بسرعة كويسة 45 واط ودي سرعة ممتازة في السعر ده الهاتف هيجي بأندرويد 14 الهاتف هنا بيدعمين FC وهي بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع Type-C سماعات الجهاز ما بتدعمش الستيريو والهاتف مقام لرزاز الماء والغبار ألوان جهازهم البنفسيجي والأسود والجهاز هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه جنب الهاتف أو فيه زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة وقبل ما خشت عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة للمميزات الهاتف فالمعاجنة اه مش أقوى حاجة ولكنه كويس على فات وسعر الهاتف برضو البطارية مع الشحن السريع الاتنين ممتازين بالذات الشحن السريع يعني بالنسبة للعيوب فالشاشة الصراحة كانت مفروض تكون أفضل من كده الشاشة بالنسبة لسعر الهاتف هي مش كويسة خالص طيب بعد معرفنا كل حاجة عن الهاتف وقبل ما نخش على المقرنة اللي هتكون في نهاية الفيديو خلونا نعرف سعر الهاتف بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد أسعار احنا متوقعينها لأن الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية الأسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر 148 دولار السعر المتوقع في مصر 7000 جنيه والسعر المتوقع فيه السعودية 350 ريال طيب كده كويس قوي ولكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده ايه المنافس بتاعه هقول لك عندنا هاتف سامسونج جالاكسي A15 4G الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الرلمي C65 هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن من المقارنة حب اقول لك ان احنا في القناة عملنا مراجع الهاتف سامسونج جالاكسي A15 4G لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج ريال ميدياتيك هيلو جي 85 ومعالج سامسونج هو ميدياتيك هيلو جي 99 وهنا معالج سامسونج بيتفوق بفرق كبير ريال مي جاي بشاشة IPS LCD جودتها HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز وسامسونج بيجي بشاشة اموليد جودتها Full HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز وهنا شاشة سامسونج تتفوق بسبب انها اموليد وكمان بجودة اعلى بالنسبة للبطارية في الهاتفين بيجوا بطارية 5000 ميلا امبير وهنا الاتنين زي بعض ريال مي بدعم شحن السريع 45 واط وسامسونج 25 واط وهنا ريال مي تتفوق تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرقة بين الجهازين في الاسعار بس خليك عارف ان سعر ريال مي ده متوقع لانه لسه منزلش مصر انما سعر سامسونج ده سعر رسمي سعر ريلمي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7000 جنيه سعر سامسونج الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7300 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتم مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات ومستنى راقك في هاتف ريلمي سي خمس وستين اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة موسيقى